سوى الجيش الإسرائيلي أنه ضحايا مجد الشمس مدنيين إسرائيليين ولازم ينتقم لاستهدافهم بس الحقيقة مختلفة تماما أهل الجولان مش بس عرب سوريين بجسده كمان حكاية 57 سنة من النضال ضد تطبيع الاحتلال ودمجهم بالمجتمع الإسرائيلي احتلت إسرائيل الجولان بحرب 67 وتهجر أهل اللي كان عددهم 138 ألف سورة باستثناء 6000 سورة من الدروز والغجر بقيوا وتوزعوا على صد ضياع وصار عددهم اليوم 27 ألف شخص بعد خمس أسابيع من احتلال المنطقة وقته بلش الاحتلال نشاطه الاستيطاني قبل إعلان لكنيسة رسميا ضم المنطقة لإسرائيل بال1981 بعد قرار ضم الجولان أعلن أهل السوريين بال1982 إضراب استمر ل157 يوم ضد فرض الجنسية الإسرائيلية اليون وبلغت المواجهة زروتها بمعركة الهوية يلي شهدت محاصرة واقتحام القرى والتنكيل بأهلة وقطع الكهرباء والأكل عنهم انتهت المواجهة بخضوع الاحتلال لمطالب الجولانيين والتراجع عن شرط فرض الهوية الإسرائيلية اليون وما تجاوز عدد اللي قبله الجنسية الإسرائيلية الـ 15% من سكان الجولان الأصليين لغاية اليوم ما اقتصرت مقاومة الجولانيين على رفض الهوية الإسرائيلية وامتدت لمواجهة الدمج الاقتصادي والسياسي اقتصادياً وضعت إسرائيل رؤية لدمج الجولان باقتصادها المحلة عبر جعله عاصمة تكنولوجية للطاقة المتجددة بناءً على هالرؤية حاولت إسرائيل من 2019 فرض مشروع ضخم لبناء توربينات بالمنطقة لتحويله لمصدر كهرباء بغزة إسرائيل رغم كل هالإغراءات المادية رفض أهالي الجولان المشروع وساهموا بعرقلته بالخمسة السنين الماضية منعاً لتطبيع الاحتلال بأردن أما سياسياً فحاولت إسرائيل تدمج أهالي الجولان عبر إجراء انتخابات محلية بس كانت دايماً توجهها الإضرابات والإحتجاجات بمدينة مجدر شمس ما تجاوزت نسبة المشاركة بالانتخابات المحلية بال2018 3.4%